اشتركوا في القناة اندهمته السيول القوية الناتجة عن الامطار الغزيرة اللي هطلت على المدينة وايضا يعني تم في سياق الخبر وتفاصيله تم انتشال جثث 24 شخص رحمهم الله جميعا وانقاد 10 اخرين اثر حادة تسرب مياه الامطار لمصنع النسيج واضافت ان الوحدة الصناعية يعني كانت داخل مرآة بتحت الارض كانوا موجودين الناس بيشتغلوا بوحدة اسمها الوحدة الصناعية باحد الكراجات او احد خلينا نحكي التسويات تحت الارض بهذا المصنع وفجأة صار فيه تسرب مياه سيول ودهامتهم الامطار للأسف فقدوا او فقدنا 24 شخص الله يرحمهم ويصبر اهليهم وهذا كمان بذكرنا بالحادث اللي صارت خلال الايام الماضي ايضا بمنطقة الرويشد صاحب الضبط المنطقة هي نعم الرويشد وفقدنا على اثرها اربع اشخاص دهمتهم السيول بمركباتهم او بمركبتهم والله يرحمهم يا رب ويصبر اهلهم جميعا ودائما من الرد من اكد مشاهدينا العزاء نتمنى دائما اخذ تحذيرات السيول على محمل الجد وايضا يعني الانتباه للتحذيرات سواء نطلقها هون بطقس العرب او اخواننا في المؤسسات الاعلامية بطلقوا هاي التحذيرات خصوصا بحالات تعدم الاستقرار الجوي اللي بيكون في امطار غزيرة ببعض المناطق شهدنا امطار غزيرة كانت في عمان ولكن اشد غزارة بمناطق الشرقية والمناطق الجنوبية فنتمنى دائما اخذ الحيطة والحذر والله يجيب اللي في الخير علينا دائما وعليكم وبالنهاية يعني بدنا هيك نشكر وجودكم معنا وان شاء الله يوم غد راح نكون معاكم ولكن راح ننتقل فيديو ونرجع نكمل معاكم خليكم معنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة